أقل ماتش حصل فيها عرضياتي النهاردة من نات الزمالك ليه؟ الراجل قافل صحه مدايق المساحات وبرضه أنا بقول لك الحس في الاتقيم بالنهاردة حتى في الكرة التانية والالتحامات هم اللي عايزين عندهم ليدنج على عيبتنا الزمالك الزمالك النهاردة أنا كلمت على موضوع الروح ده أنا ما حسيتش حتى الزمالك لما تأخر بهدف أو بهدفين اللعيبة لا، هو بانت من الشوت الأولاني لما كرة بتاعت عمر السعيد الزمالك حس اللعيبة حاسة اللي هيها نازلة هتك هسبانا ماتش أنت استحوذك الشوت الأولاني استحوذنا الزمالك لكن الفعالية الهجومية كانت لأمبي ومن الكرة اللي تعاملت صح أجب وجوه طيب، أنت قلت لي في بداية كلامك بس سبتك تسترسل أنه كان فيه أخطاء دفاعية النهاردة واضحة عن هذه الزمالك طبع إيه هي الأخطاء اللي واضحة عنها؟ الأخطاء الدفاعية بصها كريم أنا أول مرة حس اللي فيه كهربة أعرف أنت الكهربة يعني النهاردة فيه كذا كرة الوينش ومحمود على أقوى حمزة المسلوسي مفيس ثقة يعني برضو الوينش الفترة اللي فاتت برضو مش هو الوينش الحاجة التانية يا كريم أي فرقة بتلعب على نازلة مالك الوقتي بيعملوا حاجة واحدة الناس بتتكلم على حمزة المسلوسي مش عارفة إيه وبيضغطوا هم كل تاكتك الفرقة التانية اللي هم بيحاولوا يدخلوا بتاع الفرقة دي بيخش الجوة عشان يلعبوا الكرة الكترية في ظهر حمزة المسلوسي فديها مفروض خلي بلك أنا كنت موجود في مواتش برامة زكريم في الملعب بس كنت قعد بعيد يعني كل شغل الكابتن إيهاب كان المبارادة اللي برايم عادل يخش جوه عبدالله سعيد يبسك كرة حتى الشرط الأواني كان محمد حمدي زكري على طول طاير صح انت فهم قزيك؟ محمد حمدي محمد حمدي بزرطة فمعروف الوقتي اللي أي فرقة هتنزل تلعب قدام نادزة مالك اللي هم بيتشتغلوا على كرة دي الكرة الكترية اللي في ظهر حمزة المسلوسي انت فهم قزيك؟ علش انت النهار ده برضو أنا أكون موجود وما بشايلش اللعي بالكسة أنا أشايل النهار ده ما يبقى موجود لازم النهار ده شوف أخطائي فين اللي أنا لازم أعالجها طيب ممكن بس واحدة واحدة في كسة حمزة المسلوسي كنت موجود في الجهاز ال�ainي السابق لنادي الزمالك وجاهز فني حالي دلوقتي اننادي الزمالك واللي اتنين بشارجوا حمزة المسلوسي وجمالي النادي الزمالك شبعد بقى اللي هو كل مرة يا جماعة الجون جميل عند حمزة المسلوسي حمزة المسلوسي عنده مشكلة الأجهزة الفنية مش شافة هي Culture هو حمزة لهب لعزة هو بالنسبة لي أما في حالته بي يبقى كويس بس في بعض الأوقات ده في الكورة عمتاً اللي ممكن فترة بتيجي اللعيب ما بيقاش الطب بتاعه. بس دي في الأول والآخر يا كريم بتبقى قناعات مديرين فنين. ولازم تفهم نقطة كريمة اللي انت بتقول الجهاز. هي في الأول والآخر رؤية مدير فني. وانا برضو مقدرش أقولك الأسباب لسبب واحد. اللي انا مش موجود جوه المطبخ. يعني انت النهاردة ممكن النهاردة البديل ما يكونش جاهز. وما عنديش حد في المركز ده. لا يعني انت مثلاً مع الكامل الاحترامتك. كنت موجود في جهاز كارتيرون. كارتيرون بيختار حمزة المثلوسة يلعب أساسي النهارة. مثلاً مبلاش حمزة أي لعب. انت ممكن تبقى مؤترض ومدائي. انت بتقول رأيك. بس في الأول والآخر هو رأي مدير فن. يعني هي حصلت معي مطش الوداد. الراجل كان بيتكلم في وجهة نظر يعني انتو شايفين ايه. قلتول انا شايف اللي مطش ده احنا محتاجين ندافع كويس. فانا في وجهة نظر المحمد عبدالغني ممكن يلعب بكرة مباراة الوداد. قال لي ليه قلتوله عشان احنا عايزين ندافع كويس اول مطش ده. ومعروف الوداد يبقى عنده اندفع اول رباية ساعة. فلازم نقف. بيلعب كمان على الفتوط كويس. بالظبط. وعبدالغني يخلي بالكما بيوقف في الحتة دي بيقفلها. بص انا عندي لعبة في الزمالك قدام عندها حلول وعندها. انا مش عايز البكة انا عايزه في الشوت اقصى حاجة ثلاث مرات او ثلاث مشاور يعمل لي كروز صح وخلاص. لك انا مش عايز كابت المصطف عبدالله هو على طول على الخط. اندفع مهازي. فكلمني معاه قلتله قلتله انا الوقتي انا شايف وجهة نظري اللي عبدالغني يبقى في الحتة دي. قال لي لا انا عايز حمزة عشان الحاجة معنا. خلاص اوكي دي بتاعتك. اندفع مهازي. بس في نفس الوقت اللي انا عايز اقولك برضو يا كريم. حالة اللعيبة كلها مش كويسة. انا مش عاجبني برضو يا كريم خلي بالك اللعيب ده انسان. اللعيب انسان. طبعا. فبتأثر. متدس قوي. طبعا. متدس قوي. لا اتدس كتير وخلي بالك. هتقول لي اللعيب الكبير ما بيحطش في دماغه مش بيحطش. انا في الاول بنا قدمين. ومعندي ناشا الاحترافية بتاعت انجلترا اللي اللعيب مش في دماغه. لا وبصراحة اقولك انا خلاص خد نصيب وحمز المسلوسي من الكلام. بس انا في النهاية لو انا دي زمالك انا جاي بمدافع دولي. انا جاي بزاير ايمن اساسي منتخب تونس. ووارد. انا كريم انا اتفق معاك. بس دي كورة قدم. بيبقى فيها توفيق. وعدم توفيق. النهاردة في المباراة لا انا. انت بتقول بقى له فترة. اوكي بقى له فترة. تلجع بقى للمدير الفني اللي هو شايف. وانا زي ما بقولك مش عايز الناس تحكم. على المدير الفني. بيلعبوا ليه وما يبالبوش ليه. عشان مش عارفين اللي جوه هل في جاهزية. هل حزم قريب. ده ممكن يكون حزم نفسه هو اللي مخلي المدرب. لا بحمز المسلوس عشان حزم مش جاهز. ممكن ما يكونش جاهز. يعني انا شفناه النهاردة. ممكن ما يكونش جاهز. عبدالله جمعة حتى ما نزل. تحس اللي برضو بعيد بقى له فترة. بقى له فترة كبيرة. فمقدرش انا اقولك النهاردة ليه مصمم او ليه كذا. عشان انا مش جوه. صح. الدنيا ما تعرفش الدنيا مش ازاي. مين كويس مين كيس.